السلام عليكم يصعد صباحكم يوم بعد ما بعت الولاد على المدرسة تمت فائقة ومرشاة حبيت احضر القهوة معكم طبعا القهوة انا بحبها بوش بحطي اول شي اول رغوة او اول قوش احضر عليها وبعدين بغلية وبصبها حبيت انا بشرة القهوة درتش معكم وارجيكم منتجات العناية بالبشرة كيف لازم نهتم فيها نهتم بجسمنا نعمل الرياضة ونهتم ببشرتنا ويدينا واجرينا هلا اول شي نبدأ بجل الصبار او جل الالوبيرا وجهاز الفوريون لكي سيدتي طبعا هلا هذا انا الجل بد هنوشي منه وبشغل الجهاز وبصير بشكل دائري بمرره على كل بشرة وشي مشان تحفيز الدورة الدموية اما العبوي هاي فهي زبدة الكاكاو كليتنا بنعرف الكاكاو او القهوة فيها مادة كالكافايين اللي بتعطي نظارة ونعومة للبشرة وهذا ماء الورد يلي هو بستخدمه مثل تونر لما في الصباح ما بسح والشي بقطني فيه لانه خلاصة الورد فهو اكيد تكون نافع للبشرة وهون جل الالوبيرا في 98% من نبتة الصبار طبيعية هذا زيت جوز الهند كتير كويس للشعر واطراف الاضافر وكمان للبشرة رائع لازم يكون جامد بجيبه من عند العطارين اما هذا غسول طبعا انا بغسل وشي وانه عند الصباح مثل شامبو يعني لما في عند الصباح وعندي هاي الفرشاي بدل لك وشي فيه بعد بغسل بمي وهي النتوءات بتعمل تنشيط للدورة الدموية للبشرة بغسل وشي فيه كمان مفيدة وهذا كمان بعده انا غسول مع قطني بمسح بشرتي فيه من الاتربة من الغبرة اذا كنت بره البيت من واقع الشمس بالاضافة للمكياج كتير كويس طبعا بمسح وشي فيه وبعده بغسله بمي فاترة وصابون ممكن دوف او اي صابون خفيف للوجه وهي هون عنا قناع لتخشيل قدمين وترطيبة وهذا قناع للبشرة مشان بترطيب طبعا بستخدموا مرتين قبل ما كبروا بس بين المرة والمرة برجعوا للكيس نفسه لانه فيه مي بتحفظه هالمستحضرات انا جبتها من كراتيس بالبرايمول اما زيوت وزبدة الكاكا ومن العطار وهالقناعين جبتهم من السعودية اتعلموا يا صبايا كل ما تتهنوا وشكن تقرؤ اية الكرسي الله سبحانه وتعالى بنور وشنا وبنور قلوبنا انا كل ما بتحنوشي بقراءة الكرسي اتعلموا 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 الكركم الكركم كثير مفيد صفار بيضة ومعلقة كركم دفتلتنوا اول شي ثلاث معلقة صغيرة من زيت الزيتون وخلطتن لقيتوا سميك شوية دفتلوا معلقتين زيت زيتون طبعا البيض فيه بروتين الكركم مفيد كثير بيستخدموه بأدوات التجميل مستخدرات التجميل وبنسحو فيه الأطباء حتى بحطوه على السلطات مثل ما بحط النعناع او البهارات وزيت الزيتون غني عن التعريف رب العالمين اقسم فيه وبالتين طبعا حتى زيت الزيتون رائع للشعر طبعا بعد من الساعة وصلت وشي بمي فاترة وصاب ونضف بعد رتبته بماء الورد وهلأ حطيت زيت الأرجان زيت الأرجان رائع اهم شي لما بدي اطلع بالشمس حتى لو كان الدنيا شتاء لانه الشمس موجودة احط واقي شمسي وعندي هاد زيت جونسون للأطفال للبشرة الحساسة طبعا هادو بصير فيه ترطيب للجسم كله بعد الحمام وحتى بصير لبشرة الوجه باعتبار مستخدمه للأطفال فهو مسموح لأي بشرة ولما بحط زيت او مرتب للوجه فلازم ابدأ من الانف حتى ما تبتشار لتحفيز وتنشيط الدورة الدموية فيه وهلا هون ننتقل لتنظيف السخانة طبعا بعض اللفتور عملت دستات لابني لمدرسته وتوسخت السخانة فحبيت عرض تنظيفه بخيت اسبيروكس هذا البلبيم بيكون موجود منه وحطيت كربونات السوديوم طبعا كليتنا منعرفها اللي بنحطها لاستيواء الفور بالحمص والفاصولية البيضة حطيتهم نقعتهم شوي نص ساعة وبعدها قلتوا منظفهم لخلص جليل الفطور طبعا هون عملتهم بالفرشاي مشان يتخلل السائل اللي تحت لانه هي سطح غير مستوي لانه هي سطح غير مستوي حون كان عندي الجليات من دوره اللي فطور جليتهم وبعدها صرت تنظر السخانة وحطيت هذا الطبع النيلون لكي لا تتحقر المجلة من الحديد وسحت السخانة فضيته الدرجة اللي فيها إزافية وغفاية ونظفتها شو شلون صارت وحطرت الغداء صريت فالوجب بطاطا وحطرت الغداء وعراتها منزلتهم قبل مرة على القناة وعملت صحان مقابلات كبة نيية مع البندورة ودبس الرمان طبعا بالزيت كثير طيبة إن شاء الله ينال أعجابكم وهو كان عندي شوية ملغوزات لازم أكوية حطيتها بكويتها وخلصت منها شار البيت مسلي بس أنا شوية بنزعج من الكوي ميمتلي بنزعج من الكوي كمان وبهيك وخصت كوي طبعا تلقين سي ما بانت لهم طريقتها الطويل لقيتها كتير سهلة بطول كنزة عن نص وبعد أبقل بلي كمان أفضل من إني علقة بالخزانة في التعليقه لأنه قطن بيهدل وتجعلك كمان وما بتأخذ محل كبير بالخزانة وهيك كمان طريقة تطبيق البندلون كمان ما بياخد محل بالخزانة والجنزات حتى بالمحلات ما بتتعلق وأنه بالتطبيق أفضل وما بياخد هالمحل كبير بالخزانة وهيك بكون خلصنا الفيديو وصلنا لنهاية الفيديو إن شاء الله يكون لأجابكم كان منوع شوي لا تنسونا من اشتراك للصبايا الجدد واللايك وتفعيل الجرس ومع كومنت حلو متلكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت أوقاتكم موسيقى موسيقى موسيقى